تسلم حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس رودريغو روادو ثريتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة تتعلق بعلاقات التعاون بين البلدين وسلم الرسالة إلى جلالة العاهل المفدى سعادة السيد روبرت إيريك بريج المبعوث الخاص رئيس المراسم الرئاسية مستشار رئيس جمهورية الفلبين للشؤون الخارجية ترافقه السيدة سارا لو أريولا وكيل وزارة الشؤون الخارجية لشؤون العمال المهاجرين خلال استقبال جلالته لهما في قصر الصفرية هذا اليوم كما نقل المبعوث إلى جلالة الملك المفدى تحيات وتقدير فخامة الرئيس الفلبيني وخالص تمنياته لمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التطور والازدهار فيما كلفه جلالته بنقل تحياته وتمنياته لفخامته ولشعب الفلبين الصديق بدوام التقدم والنماء ورحب حضرة صاحب الجلال أيده الله بمبعوث الرئيس الفلبيني ووكيل الوزارة لشؤون العمال المهاجرين وبزيارتهما للمملكة وأشاد بالمستوى المتنامي في مسار العلاقات البحرينية الفلبينية وتميزها في العديد من مجالات التعاون في ظل حرص قيادتين البلدين على تطويرها وتنميتها بما يحقق تطلعاتهما المشتركة كما أعرب جلالته عن تقديره للإسهامات المتواصلة للجالية الفلبينية وما تقوم به من جهد مثمر في مسيرة البناء والتنمية والتطور في مملكة البحرين وأنها موضع المحبة والترحيب من جميع أبناء البحرين الذين يكنون لها كل التقدير منوها بالإنجازات المهمة التي حققتها جمهورية الفلبين في كافة المجالات من جالبه أشاد مبعوث فخامة رئيس جمهورية الفلبين بالدور الكبير لجلالة الملك المفدى وجهوده في ترسيخ الروابط الثنائية المتميزة وتطوير أوجه التعاون بين البلدين الصديقين كما هنأ جلالة الملك المفدى بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وفوز المنتخب البحريني لكرة القدم ببطولة دورة الخليج معربا عن خالص شكره وتقديره لجلالته على ما تلقاه الجالية الفلبينية من ترحيب واهتمام في البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر